طيب كابتن علي ماهر بعد المباراة رفض حضور المؤتمر الصحفي في القاعة المخصصة لإقامة المؤتمرات الصحفية وكان متدايق يعني يبدو أنه هو كان متدايق ومن المؤتمر أن يتم توقيع غرامة مالية على كابتن علي ماهر وفقاً لللاقاحة بسبب غيامة وعن حضور المؤتمر تبقى خضى خدوا بالكم طبعاً يعني هو مش موقف أن نعذر فيك كابتن علي ماهر بس تبقى خضى الهدف اللي بيجي في آخر ثانية من المباراة دي وإنت كنت كذبان وإنت قلت خلاص يعني مش مشكلة المكسب هاخد نقطة من الزمالك شغال تتخطف بتخطف يعني بتخليك مش عارف التتهم إيه تبقى الحياة صعبة جداً يعني وكابتن علي ماهر حقيقي حقيقي من أفضل المديرين الفنيين في مصر آخر خمس سنين مثلاً من أفضل المديرين الفنيين اللي في مصر فالنهاردة كان حظه عاثر جداً صعب جداً أخطاء فردية في ضربات الجزاء يعني التمركزات صعبة في الكرة الأخيرة هدف الفوز للزمالك ولكن فيوتشر عمل مباراة حقيقي مباراة محترمة جداً جداً